ومنذ أن تم انتخابه الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو يولي أفريقيا الدول الأفريقية اهتماما خاصا بالفعل نحن أهملنا أفريقيا لسنوات طويلة لأسباب لا داعي لذكرها الآن لكن منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكم وهو يولي اهتماما كبيرا وزياراته إلى الدول الأفريقية يعني زيارات عديدة جدا ومنها طبعا الزيارة التاريخية إلى جنوب السودان إلى جوبا افتكر أنه مصر الآن وجود القوة في جنوب السودان من خلال التكامل والمشاعرية الاقتصادية ومشاعرية في مجال البنية التحدية في بناء قدرات دولة جنوب السودان زي ايه؟ واحد الآن مصر وقعت بلتوكولات وزارة الزراع في جنوب السودان وزارة الزراع في جمهورية مصر الشقيقة تم الاتفاق على تطوير القطاع الزراعي في جنوب السودان وتم تحديد مشروع أرز أويل كبداية انتلاقة المشروعات ويمكن الآن في اللجانة الوزارية حيتم توقيع بعض البرتوكولات عبارة عن إن هذا المشروع الذي حضرتك أشترك؟ هي مشروع أرز كبير كان مقترح مدري في جنوب السودان لكن لظروف الحرب يتوقف المشروع الآن الجانبين المصري والجنوب السوداني اتفقوا على إحياء المشروع من جديد وده بغطي الحوجة الداخلية لدولة في جنوب السودان ومع زيادة الرقعة الزراعية فيه ممكن جنوب السودان تصدر أرز لدول الجوار بمساعدة من الجانب المصري نمرة اتنين في مجال الطيران تبع الاتفاق على تطوير الخطوط الجوية يمكن جنوب السودان حتى الآن ما أنشار خطوط جوية خاصة الآن في اتفاق بين وزارة النقل والموصلات بدولة جنوب السودان ووزارة الطيران المصري بتطوير مجال الطيران بين الدولتين ويمكن في اتفاق حيتم توقيع في هذا المجال مصر للطيران بتسافر لي جوبا؟ مصر للطيران دار رحلتين لي جوبا مستمرة يمكن فل طيارة بتمشي مليانة وترجع مليانة لجنوب السودان الآن في تجارة بين المواطن في جنوب السودان والبيزنسمان في مصر يمكن في الأسبوع الأخير الماضي تم ختام المعرض الصناع في مصر في جنوب السودان أنه لقى إقبال شديد جدا جدا في جانب الجنوب وتم الاتفاق وزارة التعاون الإقليمي أنهم حيقيموا معرض دائم في العاصمة جوبا معرض للمنتجات المصرية معرض للمنتجات المصرية